مصراتا آخر معاقل المعارضة المسلحة في غرب ليبيا لكن بعد أسابيع من القصف والحصار يبدو أن القوات الحكومية تضعف تدريجيا قبضة المعارضة على المدينة على الرغم من الهجمات الجوية الغربية على الأهداف التابعة للقذافي في المدينة فبينما كانت قوات المعارضة الليبية تستعد لشن هجوم على معاقل قوات القذافي في الجنوب الشرقي للبلاد صبيحة الجمعة وحسب تصريح المتحدث باسمها شنت الأخيرة في حركة استباقية قصفا مدفعيا كثيفا على مصرات الجمعة واستمر إلى السبت في وقت هاجمت قوات موالية للقذافي محالة جارية ومساكن في وسط المدينة حسب إفادات من صفوف المعارضين قوات المعارضة تقول أنها صدت محاولة القوات الحكومية للسيطرة على مركز المدينة لكن القوات الموالية للقذافي شنت بعد ذلك قصفا عشوائيا على ميناء المدينة وعلى وسطها وحسب المصادر فأن القوات الحكومية استخدمت دبابات وقذائف صاروخية ومورترة وقذائف أخرى لقصف المدينة وكان قصفا عشوائيا وعنيفا للغاية على حد وصف الشهودة وحسب المتحدث باسم معارضة فأن جنود الموالين للقذافي دخلوا المدينة عبر شارع طرابلس طائرات حربية غربية هاجمت القاعدة الجوية لقوات القذافي جنوبي مصراتة وقال سكان أن سفينة حربية واحدة على الأقل تابعة للاتلاف الدولي المناهض للقذافي ترسو قبلة الساحل لكنهم في الوقت نفسه عبروا عن خيبة أملهم بأن الهجمات الجوية الغربية على قوات القذافي ليست بمسوى من الفعالية التي تردعها من الاستمرار بمهاجمة معاقل المعارضين سينسادون قناة الرشيد الفضائية